موسيقى اهلا فيكم مشاهدينا بفقرة الديكور اليوم مشرفنا المهندس اللي له هيك بصمة مختلفة المهندس حمدي حمو او الحمو اللي رح نتحدث احنا واقيا ان شاء الله عن التصميم العصرية من الجديد فيما يتعلق بديكورات غرف النوم يعني غرفة النوم يعني اول شي بنشوفه لما نسح الصباح واخر شي كمان يعني بيكون معنا قبل ما ننام كل التفاصيل ان شاء الله رح تكون مع المهندس حمدي اهلا وسهلا فيك نفست الاسم صح حسيت حالي عكيت لا ابدا حمدي حمو حمدي حمو 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 ايوا احلا وسهلا بحضرتك اهلا بشي كنا عم ندردش انا وياك واكتشفت انه انت من عشاق المربعات والخطوط المستقيمة صحيح اه في تفسير يعني انتش هادك يمكن انسح شخصيتك يعني انسحبت على تصميمك صحيح وعا تصاميمك ايضا هي جزء زي ما حدتك تفضلتي وبلس انه كمان منلجأ لشغلة او منفكر هي بنستنتجها من نتيجة الشغل انه الزوايا او الكسر او الزاوية او الكيرف بتولد بتعطيني بالنتيجة زاوية ميتة ما في فايدة منها غير انه مثلا ممكن يعني خلنا نحكي اذا بالبيوت او بهذا المكان بس هي عم تعطينا مثلا مكان تجميع غبرة فبالتالي الزوايا بالزبط على النهاية المشكلة بالتالي الزوايا او الكيرفز او الكسرات خلنا نحكي ما بتعطينا النتائج المرجوة خلنا نحكي وما بتعطينا المساحة. يعني بتيجي عندك غرفة تسسي مثلا أربعة بأربعة أو أربعة بثلاثة أو هيك إشي. إذا في جاوية فيها كسر أو زاوية فيها كير. بالتالي عندك هاي زاوية كليتها راحت وراحت الحيطة كليتها. لا منقدر نستغلها بأثار لا منقدر نستغلها بواجهة وليونيت ولا بخزانة ولا بإشي يعني حتصفي عنا بس حنضطر نستعملها كأشياء نسميها ديكور يعني. أو كماليات يعني بالمطلقة. كماليات لوحة ووال بيبر هيك إشي. مشان هيك يعني هذا العشق الدفينة للسكويرز والفقود المستقيمة. حتى سميت يعني مشروعك بسكويرز وشركتك. ليه اخترت اليوم غرف النوم تحديدا في شي جديد عم بيدخل إحنا عادتا غرف النوم. هلأ خلانا نحكي هلأ موسم خلانا نحكي البيوت الجديدة أو تجهيزات للبيوت الجديدة خصوصا للناس اللي مقبلين على الزواج أو عندهم تفكير لموضوع بدنا نعمل غرفة النوم موسم رمضان بعد ما طلعنا من الشتاء تخرين على الصيف. نعمل التغيير نعمل تغيير النفسي داما نحنا بنحكي شغلة التصميم الداخلي أغلب الناس للأسف عندها المفهوم الخاطئ كونه. بدنا نعمل اشي كماليات او اضافيات او اشي احنا مش بحاجته. لا هو خلانا نقول ضرورة ضرورة نفسية ضرورة خلانا نحكي لكثير امور احنا بحاجتها كل فترة وفترة. التجديد خلانا نطلع من روتين الملال ممكن يكون مثلا البيت كتير قديم مثلا او وصلنا مدة فيه او كذا او بنوصل لمرحلة بنحكي انه لا خلص فعله وحش او هيك اشي. نحن نوصل لمرحلة انه لا احنا احنا اذا جددنا شوي عملنا صيانة عملنا تغييرات بصدقان كل النفسية لكل افراد الاسرة. تتغيير. او مرات كتير بتوتشيز او تفاصيل بسيطة مش بالضرورة تكون كتير مكلفة ولكن بدك هاي العين الجمالية. بالعودة اللي حكيت وحضرتك هذا كتير مهم لانه بتأثر على النفسية اليوم فيه انواع علاج سلوكي لعلاقة ايضا بالالوان بالتصميم مثلا للاطفال المكتئبين المنزويين او الاطفال عندهم فرط بالحركة. يعني الموضوع شوي اعمق. الموضوع اعمق بالضبط الموضوع جدا عميق دعني احكي. واحنا لا شعوريا حتى يعني ابسط مثال احنا فيه اوقات مثلا ممكن يكون مزعجين من شغلة معينة. اذا منطلع مثلا على الصور اللي كنا بهذه الفترة عاملينها اغلبها مثلا نكون لابسين الوان غامئة كحلي رمادي اسود وما الى ذلك. اوقات كثير متلا بيكون فيه جدا صاحل الصبح عندك طاقة ايجابية سعيدة سمعتي نمتع على خبر حلوة بالتالي بتصحي الصبح بدك تلبسي ورود فراشات كل الباتنز اللي بدك ياها. بالتالي هذا تأثير نفسي من جوة لبرة. تتعرف حتى مرات كتير يعني اذا الواحد يتحكم بحاله وبمشاعره لما تكون نفسيته داون شوي او نازلة ويلبس يعني هاي الالوان هيك بيفرفش يعني ممكن تلعب دور يعني. الانسان اللي عنده فكرة عن الموضوع هذا بيقدر يوجه نفسه انه لا خلاص انا بدي اطلع من هذه مرحلة المود اللي مش لطيف او الزعل او كذا بل بس بحاول الون. يعني احنا نحكي معك بالديكور بس ما شاء الله عنك يعني كمان لايف كوتش يعني اقدر تعدينا هاي التفاصيل. بس هيك جزئية بسيطة قبل ما ندخل وحضرتك وسياق ديكورات وغرف النوم. ادي فعلا بتآمن انه فيه طاقة للامكنة وهاي الطاقة او هاي الانرجي اللي موجودة واحدة من اهم مقومات هالديكور او الانتيرير ديزاني. هذا شيء مفروغ منه نحنا للأسف مش الكل على درايب هذا الموضوع. ولا الكل بيحاول يحلل هذا الموضوع. اغلبنا لما حتى ان احنا كخصائيين ديكور بنشتغل اه والله على حسب اللون حسب طلب الزبون حسب الفراغ فيه كذا شباك. طب هاي فيه كتير عوامر فيه كتير هو علم بحد ذاته. كل فترة وفترة انا بحاول اوصل لمعنمات جديدة برضو هاي بتساعدني. صح. مسار الطاقة. فعالية او اهمية المرايا ضوء جو الفراغ. فيه ناس تقول لك لا انا ما بحب المرايا بتعطيني طاقة سلبية او بتشتت الطاقة طبيعتي او فيه اوقات مثلا خلين نقول لها جانب سلبي. فيه اوقات تقول لك لا انا بحب المرايا انا بحب اني انا اضل البيت كلياته في عنارة. شرح. اه لو عندي انا بس شباك صغير واحد اذا انا زودت مرايا بعطي اضاءة اكتر بعطي مساحة اكتر بعطي خلنا نقول لا لا نهاية. مزوط. لا نهاية. فيه اوقات اماكن كتير صغيرة مثلا بلكونة ممر مدخل عشان انا اكبره ما اعطي احساس اللي هو المجرمنت او المساحة الفعلية. بطريقة اني انا بدي احط مرايا بطريقة معينة بلون بفريم يعني نتلاعب في هاي الموضوع. يعني انت ان فيفر او بتفضل المرايا لبث يعني هاي البوزيتيفتي او الايجابية. المساحة مرات بتحسس تحسس الواحد انه بفضاء رحب اكتر ما يكون معصور يعني. بالضبط بالضبط يعني في عنا كمان برضو مثلا موضوع المدخل احنا اولا ما ندخل على البيت من نحب نكون شايفين حالنا كيف كنا او احنا طالعين نفس الاشي. فبالتالي يعني لها بعض الاماكن فيه ناس بتقول انها بترد الطاقة السلبية بترجع بتطلع لبرة يعني لها كثير تفاصيل. لها كثير فلسفات حتى يعني في بعض فلسفي يعني لهذا العلم. بس شوف انا انا مع المرايا انا بحب المرايا بحب الاشي يكون شرح بس بنفس الوقت جزئية الحميمية او الكوزينس كتير بلاقيها اساسية. شوفي زي ما حدتك تفضلت دايما فيه لازم يكون في عنا وسطية بكل اشي. المبالغة مزعجة والتأليل برضو بيعطينا برضو خلنا نقول فقر في الزاوية النظرية او الجمالية في الناحية هاي بيعطينا فقر اذا كان اقل. واذا كان مبالغ فيه برضو بيعطينا ازعاج. بالتالي دائما بكل اشي خلنا نكون وسطية. طيب اليوم غرف النوم شو التصميم العصرية شو الالوان العصرية كنت عم تحكيلي يعني الابديتس اليوم او الجديد الالوان الغامقة. اغلب الناس اللي عنا بهذا الوقت ما عم بلجأوا انه يكون اتخذ خشب او الاطار تبعه خشبي. عم بلجأوا انه يكون مثلا فيه تنجيد فيه رسمة فيه باتن معين. فابرك اقمشة. سواء عم نحكي عن مخمل او جلود او مثلا ممكن يكون اشي منه فيه مثلا مطبوع او فيه بروز او كذا. بالتالي صفة عندي انا حرية باتخذ. اول كانت لا بس الاطار خشبي والرسيته خشب. ومنلعب احنا بالكفر والبردعي. والحفر. والحفر. هلأ ببزر. فيه تطور خلنا نحكي برضو بنظرتنا. فيه الميل اللي احنا نكون بوسطاء اكتر. لكن من نفس الوقت بدنا نعطي فخامة. احنا نضع ابيض بحيطة بيضة. صار الموضوع جدا بسيط وفقير. يعني بطل التخت اصلا عينك. بطل تشوفه. منتطر نضع كفر ونضل نضع اكسسورات. هلأ اخر اشي عم نعملوه. عم نضع هطان غامقة. على تخت ابيض. على تخت ابيض. على تخت ابيض. على تخت افوايت. شامبين. برضو بيعطيني انا حرية. رح نشوف احنا يعني مجموعة من الصوت. ولكن زي ما حكيت حضرتك هلأ. الفكرة كمان انه الناصرة عملية اكتر. او براغماتية اكتر. عم تبعد شوي عن الخشب كمان. عملية اكتر. وفي نفس الوقت اغلب الناس عم بتحب يكون في عندها شكل الغرفة مختلف. مختلف. هون ايش عم نتفرج هذا افوايت. هون كلها عم نحكي على. بيجيات. عم نحكي على نجموعة بالضبط. بيجيات. كلها فايتة على بعض. هذا الحلو فيه مثلا خلاني نحكي التصميم. قديه مريح. وقديه قابل للتغيير والتجديد بأي لحظة. إذا احنا اضفنا شويه كوشن. صغيرنا مثلا بس اللي اتخذ رح ينقل بشكل الغرفة. صح. وفي مساحة اضافية يعني كمان اليوم عم نشوفها بالقوض مستغلة. هلأ احنا شوفي. عنا حلين في موضوع الغرف خلينا نحكي. عنا حل اولاني عنا مساحات كبيرة بالغرف وبيوت كبيرة ما شاء الله. او عنا بيكون مثلا غرف صغيرة. منتحايا على هذا الموضوع زي ما حضرتك حكينا بالالوان. هون مثلا زي بهاي الصورة طالة في عنا قدي عنا المرايا. هاي الغرفة مثلا صغيرة لكن مثلا فتحناها على حمامها. صارت ممر داخلي على الحمام على الماستر. بدون ما نرجع انه والله هنرطلع من هاي الغرفة وباب وباب تاني. هون صارت عنا مباشرة. وهي يعني الكاوتش. الكاوتش والبنش اللي قدام البنش. هدول خلينا نحكي هدول اشياء احنا اساسية. غرفنا صغيرة بطلت تتحمل انه والله يكون فيه طائم كنباي. او كراسي او كذا نرتاح او نلبس او نقعد عليهم نقرأ كتاب. بالتالي هاي صارت عنا حلول خلينا نقول مختلفة واضافية على الغرف. عم بتفرج على اللوحات. بتميلة تخط لوحات بيقوض النوم. هلا اللوحات برضو كمان بتعمل جو بتعمل حياة. بس نختار اشي اللوحات. يعني بدنا نختار مثلا مناظر طبيعية اشكال مثلا صدف او اشياء بحرية. زهر ورود. ممكن يكون كمان صور عائلية. بس هلا للأسف الناس بطلت بتحط كتير صور عائلية. اه منحط انستجرام على الحال الحين على الهات. لا مزبوط صح. طريقة الإضاءة زي ما بتلاحظي برضو عنا الإضاءة بكل الغرفة غير مباشرة. مثلا ممكن يكون في عنا عنصر صغير بالنصف بس لإعطاء جمالية. اه كنا عم نحكي قبل شوي انه الليتريات مثلا ما منحب نشوفها بالغرف ومنستبدلها لكن هي بتطل شكل جمالي. طبعا فخامي هاي درسلجوم؟ هون عنا ووك ان كلوزت. هاي كلياتها خزانة خليل نحكي. اه تستغل قد ما منقدر مساحة بالغرفة. طبعا غرفة طبعا اذا في عنا مساحة وفي عنا غرف اضافية كمان او عنا زيادة. او عنا مساحة مثلا ممكن نستغلها. نستغلها بوك ان كلوزت. بدها إضاءة كتير تكون واضحة وتكون كتير ساطعة. بتساعدنا صدقيني على الترتيب. هي مش بس شكليات او جماليات او اشياء. احنا بتساعدنا على الترتيب. بدلا ما والله الجاكيت كذا والغرفة كذا. وهذا الواحد بصير ينسى ايش في عنده او ايش ما في عنده الالوان. يعني هي شوية تفاصيل ترتيبية. تنظيمية. بتعطينا بزا بتنظيمية. هادا انت حاطة رق او سجادة باللي قبلها ولا. باللي قبلها في عندنا اوتومان وفي عندنا سجادة. اوكي. سجادة على اساس ممكن ان يكون مش لابسين بأجرنة او كذا. وبتعطي كمان برضو خلنقول دفة يعني للغرفة. بالشتة بس 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 يمكن. يعني بتحسي انه بحمية انه مش بس اواعي حوالينا او اقمش. اوكي. لا هلا ما شفتش الالوان الغامقة انا على الحيطان. ولا هلا جاي السوات. او هلا اللي بدي بعدينها. طيب نشوف السوربال. اه 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 مزبوط. هلا هون مدروح برضو على شوي الوان شوي الى حد ما اغوى. عم نحكي هون بستال نيو كلاسيك. مش هادا نيو كلاسيك هانا نحكي. هادا يمكن اغلب الاوتلات بتعتمده له. مزبوط. هادا لا نهاية له. هادا بيستمر معانا على مدار تقريبا عشرة خمس عشر سنة. بيظل منظره حلو. الوانه حلوة مريحة. طبعا لابد اكيد من التجديدات بالكوفر بالمخدات. عم بتشوفوا ناس بتطلبوا هيك شي بيقودهم. اغلب الناس عم تطلبوا هيك شي. عم تطلب هيك شي. نيوترال كالرز الكابوتشينو. النسكافي. هاي الالوان. هادا حلو كمان. هادا هون منيجي على اشي زي ما قلنا قبل شوي. لدينا مساحة كتير صغيرة. لكن من نلعب ونعطيها مساحة اكبر. منعطي خزانة كلاتها مرايا. منعطي حيطان فاتحة. وتاخت الى حد ما لونه. فاتحة. راسية هاي لالتخذ خشب ما انتبهت. اللي قبلها راسية هاي تنجيد اقماش. تنجيد اقماش. حلوة بس. ما معطي فخامة كمان. وبتعطي برضو فخامة. هادا حلو. هون بلشنا نحكي بالاغماء شوي. بلشنا نروح على تشاركول برضو بالنيو كلاسيك. بلشنا نروح على الحيطان اللي غامئة. وتاخت غامئة ارضية الى حد ما فاتحة. لكن قدي عندي واجهات. وعندي مصدر انارة. عندي صقف ابيض. لان عندك الاسماء اكبر. وعندي الاسماء. وعندي الاسماء. وهاي متصلة مع الوك ان الكلوزيت او التوابع تبعونها. هيك اذا بنا نحكي عن المجموعات اللونية. اوكي. يعني قدي حطينا غوامئ بالمقابل قدي حطينا الوان فاتحة وباردة. قدي عمل عنا كونترست بين غامئ وفاتح. تيرحل. هادية للعين. هادية مريحة. قدي ممكن مثلا انت بسهولة. هاي قودة شباب. هلا هي مجموعة لونية. ممكن تكون عندك انت على حسب الزوق. ممكن تكون غرفة شباب صبايا متجاوزين. هاي. هيك منروح برضو على مجموعات الالوان خلانا نحكي التانية اللي هي عم نحكي هون على الوان البحر او الوان الطبيعة. داما احنا احلى الوان منلاقيها داما موجودة بالطبيعة من يعني من ربنا معطينا احلى تشكيلة الوان. نبدأ بالبيج بالأزرق بدرجات الأزرق الرمادي. بالتانية مثلا ممكن نكون عندنا اللون الأخضر. خلان نحكي هاي ارتب او اجمل مجموعات لونية. مجموعات. مجموعات. اللي عم بتكون عندنا موجودة بالسوق ونحب نستعملها. مزبوط. ما عم بشوف الأحمر او البريك. الأحمر او البريك صراحة الى حد ما مش كتير. اتبع الناس. الناس ما بتحب الالوان الجريئة بالغرف. هو يعتبر لون اللي هو ترابي لكن قوي. إله قوة إله. إله تقول خلان نحتي. الناس بتهاب منو. على أساس شو بدي محطوله برادي. شو بدي محطوله كفر شو بدي محطوله كفر شو بدي تكون راسية تتخب. تروح معه اف ويت مسلا. بدافرتلي بتروح معه اف ويت. ممكن خلي الواحد هايبر اصلا. بيعطي الانرجي الكتيرة يعني. بالضبط وكما برضو الناس بغرف انهم ما بتحب تجدد كتير صح احنا نرجع شوي بالصور شباب لانه حكينا هذا حلو هون في هدك ورنجيات هون زي ما كنا عم نحكي هون برضو عم نحكي على الوان حيطان غامقة رماديات اوف وايت هون اللي عمل الحركة خلا نحكي اللي هو مجموعة الازرق والتركواز عندك لتريا واللي موجودة كمان الحيطة هاي اش امراية امراية اللي فوق راس التخط مع على الجوانب موري عفوا اه هي المراية هاي بس حبيتها بس مش كتير واضحة من عندي كيف ديزاينها دائرية هي زي من اشعة الشمس خلينا نحكي شبيهة باشعة الشمس ادي برضو بتعطي شكل حلو برضو الى حدا ما بعلم الطاقة او هيك اشي الى تأثير ايجابي سايد لامس على الوان على اليمين وعشمال برضو عشان احنا ما رح ندايما نستعمل التريا البرادة تقريبا بمعظمها يعني رايحة للبساطة اكتر اه مية بالمية عشان ما في عندنا كتير عوامل بالغرفة مزبوط في عندنا ساقف وارضية وحيطان وكوفر وكوفر الموضوع اكبر شوي من انو برادي ما الحد من حالنا صح هون بنرجع بنحكي على الووك ان تلوزت سواء كانت مفتوحة او الها بواب او طريقتها او قدي ممكن احنا نستعملها فهون عندنا الوليولت هدولة كتير عم بيكونوا هلا ترند وعمليين جدا هون بنرجع هدا هاي من مرفقات غرف النوم خلنا نكي اللي هي الباودر رومز اللي هي مثلا ممكن تكون بس مخسلة ممكن بس اللي هو بعض اللي خلنا نحكي اذا كانت فيها سيدة او صبية ممكن تكون مثلا ميكوب للميكوب هاي مثلا تحط فيها كريماتها بالزبط يعني خلنا نقول تابعة كمان برضو انو مثلا ما نستعمل الحمام هاي جديدة نحن نشوفها عادة بيعني حمامات لضيوف او الضيوف او اللي هي خلنا نحكي للقست او دايننج اريا او لهيك اشي هون عم نحكي عن الوان كتير اغماء هون رحنا على الاسود وعلى الكحلي وعلى الرمادي لكن بالمقابل في عنا راسية تاخت بيضة وهنا كنا اياها على شامبين او جولد بالتالي اديها هون بتعملها الكنترست عكسي صار بالنتيجة لأ انا بدي احط تاخت فاتح لكن بنفس الوقت بحط صقف فاتح وارضيه غامقة يعني خلنا نقول بنلعب بهذا الموضوع وكلس كمان اذا بتلاحظي في عندك اللي هي مراي وراها السايد لامب او تيبل لامب عشان تعكس اكتر تعطي مساحة تعطي لانهاية وما نحس ان اللون كتير اسود مزبوط مزبوط هلا اكيد بتعملوا او استشارات للناس يعني بس اذا في حدا خلاص هيك مقرر معند انه بده شغلة معينة وانت شايف بالمطلق انه يمكن ما تكون مناسبة ما هو دائما 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 فيه سبب يعني اوكي فاين انتي ما بدك اسود ما ما فيه مشكلة فيه سبب فيه لها عوامل فيه لها مثلا نفسيا مش كل الناس تتقبل نفس الموضوع لكن مثلا دائما فيه حل وصب دائما فيه حل تالت فيه حل تالت دائما شو بتعمل لما يكونوا اتنين مقبلين عن زواج واتنيناتهم كتير اراءهم متناقضة فيما يتعلق بالديكور وغرفة النوم هاي تمروا عليكم هاي من ضاعف الاجر طبعا هاي بدا على هاي الها جانب نفسي والها جانب الاحتبال وعادي سيبك منها ما بدك يا هاي انتي لا ما بدك يا هاي لا هي خلينا نحكي برضو احنا وجودنا دائما حل تالت دائما فيه يمين الشمال خصوصا ما حدثك تفضلت كونو كابل جداد ما بعرفوا عادات بعض ما بعرفوا الزوق بعض لكن مع الوقت بعد خمس ست سنين بيصيروا بيطبعوا مع بعض عادي كله مزبوط احمر احمر اخضر اخضر مش مشكلة بالزبط اي نصائح اخيرة قبل ما نختم ما حضرتك البرنامج دائما نروح على نيوترال كولرز دائما نفكر بطريقة جديدة دائما نحاول نبتكر شغلات بغرفة النوم لكن ما كتير نطلع عن المألوف يعني نضلنا بحدودنا لكن حركة جريئة شوي شوي مش مرة واحدة لانه صدمة بتعمل حمدي حمو وين الناس تقدر تواصل معك على سكوير كونسبت جو على كل مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انستجرام سنابشات تويتر كلها تهم سكوير كونسبت جوردن واسعارك معقولة؟ أكيد لا أكيد لا 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 الناس بتخاف بالعكس احنا منساعدهم والضرائب احنا منسهل عليه بدل بيدفع برتيب بيدفع بره واحدة شكرا شكرا المهندس حمدي حمو شكرا لكم شرفتنا اليوم أهلا وسهلا فيك مشاهدينا بهك منكون انتهينا أو وصلنا وحضراتكم لختام هذه الحلقة حلقة نهاية الأسبوع منختم معكم بها المقولة لامورتين لوثر أن تكبر في العمر هو شيء إجباري أما أن تكبر في العقل فهو شيء اختياري اتفق بالمطلق وشكرا لدينا على اختيار هذه المقولة إن شاء الله السبت لقاء جديد يتجدد مع حضراتكم عبر حديث اليوم وشاشة الأردن اليوم دائما نفس المكان ونفس الزمان في أمان الله اشتركوا في القناة